السلام عليكم تعالوا مع بعض نعمل أسرع وأحلى أكلة هنعمل رؤية طري حشوة بسيطة أي حشوة عندك تقدر تشتغل بيها مش قادر أقول لكم أرمشة من فوق خفيفة وطراوة من جوة حاجة كده من الأكلات في منتالة زيزة وكمان هنعملها من فوق على البوتاجاز ولا فرن ولا أي حاجة كلها على بعضها مش هتاخد منك نص ساعة بتسويتها بكل حاجة طبعا احنا في آخر رمضان عايزين أكلات بقى سريعة وسهلة وفي نفسه رؤية طعمها حلو ومش مكلفة أهم حاجة لو أعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك القناة يلا نسمي الله وندخل على أحلى طريقة للرؤية جابنا الرؤية الطري بتاعنا كان حوالي 5 طبعات ونجيب الصينية اللي انت حبق المقاس بتاعها بس تبقى صينية أصغر شوية من حجم الرؤية عشان عايزين نقفله كويس ومعايا شوية سمنة على زيت أو سمنة على زبدة أي حاجة بس مهم مبقاش زيت خالص لازم يبقى في سمنة أو زبدة وندهن الصينية بتاعتنا كويس جدا ونجيب أول طبقة من الرؤية الطري بتاعنا نشيل الكيس اللي عليها كده أنا لو جبت الرؤية الطري وما استعملتوش في وقتها بحطه في الفريزر بس عايزة أقول لكم لما تستعملوا طوزة أحلى كتير من أنهم يتحط في الفريزر ويطلع بعد كده تستخدمي بيبقى أسهل في الشغل هدهن الطبقة كده دهنة كويسة من السمنة حط الطبقة التانية أزبطهم كده على المأسس الصينية ودهن كده كويس والأطراف وكل حاجة اهو جيب الطبقة التالتة كل ما رؤية يكون طازة كل ما الشغل يبقى فيه أحسن والشكل هيطلع شكله أفضل كتير بس لو ما فيش في الإمكانية حطي في الفريزر أو جبتيه وما عملتهوش على طول على الفريزر أهو الطبقة التالتة دهنة كويس وشوي من الجبن كان عندي شريحتي من جبنة الرومي حطتهم شريحة من الجبنة الشيدر وشوي جبنة منذرلة حاجة بسيطة جدا ما عندكش منذرلة ما فيش إشكالي يعني الجبن اللي عندك حطيها عندك جبنة بيضة عندك يا سلام كمان لو عندك جبنة فتة بتدهنيها كده قبل الطماطم والزاتون بتبقى تحفة هبتدي بقى إيه أقفل كده من الجوانب على الحشوة بتاعتنا مش هتنيها من تحت عشان الحشوة تفضل سبتة طبقات اللي فوق هي دي اللي هبتدي أتنيها من تحت وأقفل نجيب بقى الطبقة بتاعتنا الرابعة هما خمس طبقات هما خمس طبقات حطينا ثلاثة تحت واثنين فوق ده هنا كويسة كده من السمنة وهنعملها كل شغل بتاعنا في الصينية دي هنسويها كمان في الصينية دي ولا صينية غير لا ثقة ولا أي حاجة في صينية ألمونية عادية جدا حطينا آخر طبقة هبتدي بقى أقفل شايفين تقفل معي بكل سهولة وطرية جدا وما بتتقطعش هو ده الفرق ما بقى إنك لو استخدمتها الوقت أو حطتها في الفريزر فالشغل فه ببقى سل بس دايما قلنا لو ما فيش إمكانية وحصل أي ظروف ما عملتهش في نفس اليوم تحط في الفريزر خلصوا هو بابتدي أقفل وزبط كده من تحت وابتدي كده إيه أضغط عليها أوزع الحشوة كده جواه طبعا إحنا دهنين الصينية دهنة حلوة من الزبدة من السمنة علشان إيه ده اللي هيديني اللون وفي نفس الوقت مش هيخليلي الرؤى بتاعي يلزق في الصينية ودهنة برضو كده من فوق ولا هغط الصينية ولا أي حاجة وعلى نار متوسطة هبتدي بقى أسيبها كده وممكن أحرك الصينية لو الصينية مأسها كبير على العين بتاعتنا وابتدي أزبط شايفين مش لزق ولا أي حاجة بشوفها كده خدت لون من تحت ولا لسه وما بتاخدش وقت أهو أخدت لون اللي أنا عايزاه تعالوا نشوف بقى نجيب طبق كده على مقاس الرؤى بتاعنا ونقلبها هنتهن برضو الصينية بتاعتنا شوية دهنة كده من السمنة بتاعتنا عشان نتأكد أن الرؤى بتاعنا معلزقش خالص حاجة سهلة وسريعة ومش قادرة أقول لكم تحفى بجد يعني لو عملتيها كده في الفطار مع ممكن لو عايزة شوية بطاطس ما شوية وشوية صلطة ومخلب فيش أحلى من كده نقلبها بقى على الطبقة التاني على الطبقة تاني شايفين الشكل بتاعها تحفى إزاي اللون بتاعها رائع جميلة جدا بجد من أحلى الوصفات اللي قمت تعملوها شايفين زينا كده بشوية من الكسبرة أو أي حاجة كده تكسر بس اللون معانا وابتدي قطها مقرمشة كده طبقة مقرمشة كده خفيفة مقرمشة جميلة كده من فوق مش نشفة وطرية من جوه عايز أقولكو توريقتها عاملة زي الفطير بالزبط وفي نفس الوقت خفيفة فبجد يعني أنا الرؤية الطري بالنسبة لي أحلى كتير من الجلاش يعني بالنسبة لي أخف كتير من الجلاش هابتدي بقى تعالوا نطلع قطعة كده طبعا هي سخنة جدا شايفين الحشو عاملة زي قطر الخضار فيها هتبقى حلوة جدا تعالوا بقى نشوفها كده في الطبق تقدر تعمليها من بدري ولو عندك ماكرويف أو فورن تسخنيها فيها عايزة تعمليها قبل الفطار على طول ما فيش في مشكلة أتعجبكم جدا وخير الختام السلام عليكم